السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي صفحة اوتو ديسك عاملها المشاريع ال open source اللي مرتبطة بالبرامج بتاعتها. يعني اوتو ديسك باش عاملة مشروع open source. لكن هي بتقولك ايه المشاريع اللي مرتبطة ببرامج ال rivet والقطوكاد والمايا والحاجات دوت. زي مسلا دوت. مايا يو اس دي. يونيفيرسال سين ديسكريبيوشن. ده مشروع موجود على الجيت هوب. الجيت هوب دي المشاريع ال open تقدر تنزل الكود وتقدر ان انت تشوفها. ال open source مشاريع مفتوحة المصدر. فتقدر انت تطور فيها تقدر ان انت تطلع على الكود يتعلم منه الحاجات دي كلها. فغالبا غالبا بتكون لامة مجانية لامة سعرها رخيص. لان اي حدا ممكن يحملها ويقدر ان هو يشتغل بها. طيب يهمنا مثلا من هنا اه الدينامو وده open source هو تقدر انت تشوف الكود بتاعه وتقدر انت تطور فيه. وتقدر تعمل حاجة خاصة بك انتة. وبيقول لك ايه البرامج اللي انت محتاجها عشان تكمل شغل على الدينامو. واغلبه معمول بي السي شارب. وفي جزء معمول بشي مقل وفي كذا لغة تانية. ولو جينا هنا الاوبن ار في معمول برضو موجود تقدر تشوف المشروع بتاعه. في حاجة خاصة بالرفتو اي في سي. وفي طبعا اي في سي اصلا يعني اغلب المشاريع المعمولات في اوبن سورس. تقدر تبص كده هتلاقي مشاريع كثيرة جدا. اوبن سورس. بتدسك اوبن سورس. كنتروبيوشن. في عندنا الماتيريال اكس في اوبن كولر اي او. ممكن كل مرة نمسك مشروع فيهم ونبدأ ان احنا نركز على المشروع دهوت. لان سبحان الله ممكن مشروع صغير لو كازا حد اكتهت فيه وبدأت لهم يتغروا فيه. يبدأ يوصل لحاجة قوية جدا. يعني الادة المدى كان بدايته بسيطة. فبدأ يطور نفسه واحدة واحدة لحد ما وصل له حاجات قوية جدا. ممكن نجي هنا ونبدأ نشوف ايه المشاريع اللي موجودة ونبدأ ان احنا نركز على واحد في يوم. ممكن واحد في يوم فعلا تكون قوية جدا. هنا دي ما يبيعه هو المايا. ممكن تجي هنا وتشوف الاوتاديسك اللي فقوله بحس لو فيه اي جديد يبدأ ان هما يبعتوا لي آآ تنبيهات.